أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن إنشاء وتنظيم هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال وبحسب المرسوم تنشأ في الإمارة هيئة تسمى هيئة الشارقة لتقنيات الاتصال تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وفقا للمرسوم تهدف الهيئة إلى تحقيق ما يليه وهو تعزيز مكانة الإمارة لتصبح مركزا عالميا يستقطب قطاع الاتصال وتكنولوجيا المستقبل وتقنيات الاتصال تقديم كافة الخدمات التنظيمية بقطاع الاتصالات وتقنيات الاتصال والبنية التحتية الخاصة بالإمارة الإسهام في وضع وتطوير التشريعات والقوانين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المستقبل التي تسهم في مسيرة التنمية الشاملة دعم والتسجيع وتطوير منظومة تقنيات الاتصال وتوفير البيئة الملائمة لها ضمن معايير دولية تمكين الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال واحتضان ذوي المواهب في الانخراط في القطاعات ذات الصلة تنمية المشاريع التكنولوجية والمعرفية والبحثية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة